بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وهدى وتقى يا رب العالمين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج مواقف من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم فالمواقف التي كان يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كثيرة وعظيمة نأخذ منها العبر ونأخذ منها الفائدة ونأخذ ما ينفعنا في دنيانا وما ينفعنا في آخرتنا قبل أن نذكر هذا الموقف لا بد أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون على الخير وكانوا يتسابقون عليه ويتسارعون له يبحثون عن الأعمال التي تقربهم من الله تبارك وتعالى يبحثون عن الأعمال التي توصلهم إلى الدرجات العلا حتى شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة وهم يمشون على الأرض شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة أنهم من أهل الجنة وهم يمشون على الأرض شهد لبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يا بلال لقد سمعت دفدفة رجليك أو قدميك في الجنة الله أكبر فما هو الأمر الذي أوصلك إلى هذا الأمر العظيم فقال يا رسول الله إنني ما توضأت من ليل أو نهار إلا صليت لله ركعتين وصل إلى هذه المكانة العظيمة شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الجنة لأنه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور إلا سابق أبو بكر الصحابة على الإطلاق سبقهم في كل عمل يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فشهد لهم في الجنة أقول كانوا يتسابقون وكانوا يتسارعون لأعمال التي توصلهم إلى جنة الله تبارك وتعالى يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس دلني على عمل إذا فعلت هذا العمل رضي الله عني وهكذا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى لا يسألون لمجرد السؤال لا يسألون لمجرد العلم وإنما يسألون كي يطبقوا كي يطبقوا وكي يعملوا في يوم من الأيام جاء فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هؤلاء الفقراء لما قدموا للنبي عليه الصلاة والسلام كان فيهم شيء من الحسرة وكان فيهم شيء من الألم تألموا من أمر فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أهل الدثور أهل الأموال يقول ذهبوا بالأجور الكثيرة ذهبوا بالحسنات الكثيرة فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال وماذاك لماذا ذهبوا بالأجور الكثيرة ولم تذهبوا أنتم بها وماذاك فاصل ونعلم لماذا سألوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذكرنا أن فقراء المسلمين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يتألمون ويتحسرون على أمر قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أهل الدثور هم أهل الأموال ذهب أهل الدثور بالأجور وبالنعيم المقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذاك قال يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق لاحظ ما الذي أشغلهم قال لأن هؤلاء أصحاب الأموال عندهم أموال يتصدقون فيها على الفقراء والصدق من الأعمال العظيمة التي يثيب الله تبارك وتعالى يعني صاحبها يثيبه الله جل وعلا ويعطيه الأجر العظيم يتصدقون ولكن ليس عندنا أموال نتصدق يا رسول الله ويعتقون وليس عندنا ما نعتق الرقاب فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دلهم عليه الصلاة والسلام على أعمال بسيطة وهينة ويسيرة وليس فيها بذل مال وليس فيها بذل جهد وليس فيها تعب وليس فيها مشقة يقولها الإنسان في مكانه ينال أجر عظيم اسمع ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم تدركون من سبقكم وتسبقون من بعدكم ففرح الفقراء بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قالوا نعم يا رسول الله فماذا قال عليه الصلاة والسلام قال تسبحون وتكبرون وتحمدون ثلاثا وثلاثين دبر كل صلاة إذا انتهيت من صلاتك تقول سبحان الله ثلاث وثلاثين وتكبر ثلاث وثلاثين وتحمد الله جل وعلا ثلاث وثلاثين دبر كل صلاة ما هي النتيجة ما هي الجائزة أنك تدرك من سبقك هذا الذي يتصدق وهذا الذي يعتق تدركه وتسبق من بعدك ففرحوا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم فأخذوا يسبحوا وأخذوا يكبروا وأخذوا يحمدون الله جل وعلا دبر كل صلاة لكن هناك في ذلك العهد وفي ذلك الجيل وفي ذلك الزمان كان هناك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة سماهم الله جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هؤلاء الرجال إذا علموا بالخير فعلوا الخير لا تشغلهم أموالهم ولا تشغلهم ثرواتهم ولا تشغلهم هذه الدنيا بأسرها فسمع أهل الأموال سمع الأغنياء بما قال عليه الصلاة والسلام للفقراء فأخذوا يفعلون مثل ما يفعل الفقراء فأخذوا يسبحون ثلاث وثلاثين ويكبرون ثلاث وثلاثين ويحمدون ثلاث وثلاثين رغم التصدق ورغم العتق ورغم الأعمال الأخرى الثانية فجاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية فقال يا رسول الله يا رسول الله سمع إخواننا من أهل الأموال بما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا فضل الله وهؤلاء هم حريصون على الطاعة وعلى الإيمان وعلى الحسنات والذي يحرسه على ذلك ينال هذا هو التنافس هذه المسارعة هذا هو الفضل وهذا هو الخير الذي يحرسه على العمل الذي يرفعه يوم القيامة على العمل الذي يكون سبب من أسباب دخول الجنة أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنة والصلاة العلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلا الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر